تفاؤل مشوب بالقلق بذلك يمكن وصف حالة الشعور العام لدى الشارع اليمني في ظل ما يمكن اعتباره سيطرة على حالة الإصابة الوحيدة بكورونا وتحديد الحالات التي احتكت بها ووضعها جميعا رهن الحجر والرقابة الصحية ومع ذلك تتباين المخاوف من منطقة لأخرى لاعتبارات تتصل بالإمكانية المتاحة لديها في هذا السياق اعلنت الحكومة الشرعية عن افتتاح 27 مركز عزل صحي في 9 محافظات ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا مؤكدة ان وزارة الصحة تعتزم تعزيز فرص الاستجابة السريعة ب16 كادرا صحيا لكل مديرية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة كما ستوزع الوزارة 81 سيارة اسعاف على المحافظات التابعة لها في الاتجاه الآخر زعمت ميليشيا الحوثي المسيطرة على صنعاء بوجود ثلاث حالات اشتباه اصابة بفيروس كورونا بين موظفي الأمم المتحدة في صنعاء واصدرت قرارا بإيقاف تحركات المنظمات ومنع تواجد الموظفين في المكاتب وهو ما اعتبره مراقبون نوعا من الابتزاز الذي تمارسه الميليشيا بحق المنظمات الدولية لانتزاع مكاسب مادية وجهوية إلى ذلك اعتبر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشول إنسانية مارك لوكوك أن جائحة كورونا فرصة فريدة لتحقيق السلام في اليمن وقال في إفادته أمس بمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في اليمن أن خمس سنوات من الحرب أدت إلى تدهور شديد في البنية التحكية الصحية اشتركوا في القناة